ده ياخدني السؤال بقى كافتون احمد يعني احنا بنقول انه اللعب ورا بعض ماتشات كتيرة وماتشات بالتقل ده 3 ماتشات ورا بعض ده غير اصلا من بداية المطولة ما بيبقاش فيه راحة بعد كل دور مثلا يومين بدل يوم بنلعب برضه يوم ويوم فخلينا لما لعبنا المانيا السويد المانيا وفرنسا النهاردة فحضرتك بتقول انه فيه مجهود وفي نفس الوقت الخبرات اللي موجودة عند كرواتيا طب ايه السبب ان احنا بقى خسرنا النهاردة هل الخبرات ولا البدني النهاردة الخبرات رقم واحد رقم اتنين الاجهاد الزهني يعني بدنيا اللي عيبة بتجري ولكن البصات وازاي ان انا بص يعني النهاردة فيه 3 اربع كور واحدة يحيط درع بصها في القاوت بصات خاطئة كتير السند النهاردة بتجيله كورة وهو حتى في نقص عدد خافي يدخل على الحارس ده قلق واجهات ذهني واجهات عصبي في نتيجة اللقاء يعني النهاردة بقت العملية الدربات الجزاء اللي ضيعناها الامور كلها دي بيبين ان انت عندك اجهات ذهني كبير جدا يعني بيجي لحظات في الملعب كده تلاقي اللعيب مشوش شوي ممكن التغييرات اللي عملها بوندو قدر ان هو طبعا ينزل بعض اللعيبة يغير في بعض اللعيبة كانت تغيير كتير جدا شفنا ان ممكن الوينجين ما كانش لهم تأثير كبير جدا في اللقاء كان كل اللعب منتخب المصري كله من العمك وكله على محمد ممدوح اللي كان متميز النهاردة اه ماشا الله والمطش اللي فات كمان يعني محمد ممدوح برضو من ضمن الحاجات اللي بيين لك اجهاد الزهني ان فيه كور الجون فوق يعني هو واخدها وشريتها بر علي زين كور شريتها في البر يعني ده اجهاد مش شايف الجون يعني توقيتات بالذات الربع ساعة الاخيرة اللي احنا بتدينا نخصر فيها اخطاء كلها مش اخطاء الفرقة اللي انت كنت بيجي تحطه كور أصعب من كده وكنت بيتموت نفسك على كور أكتر من كده الروح موجودة ولكن انهاء الهجمة بالصورة المسلحة مش موجودة طب ده طبيعي يا كابتن احمد انه مع بداية الاولمبياد لحد النهاردة بتلعب يوم ويوم ماتشات وحتى زي ما بقول لحضراتك مفيش راحة بين كل دور ودور الدور التمهيدي دور التمانية مفيش راحة ده طبيعي ان احنا نوصل للنهاردة ان اللعيبة تبقى فيه نوع طبعا من التعب البدني النهاردة كده وده ممكن احنا اتفاجئنا ان هو بياخد واخد ثلاث لعيبة مالهمش ريارة يعني النهاردة شوف ناحية خالق كتير جدا بيلعب في الوينج رايب ووما بيلعبش في الوينج ليه ده دليل ان هو واخد نقص في المكان ده بلعب حاجة تانية قدح ما شوفناهوش فيه لعبة لم تشارك يعني سامي نوار ووسام لم يشارك فيه لعبة سيف الدرع لم يشارك بنفس الصورة فانت النهاردة عندك ثلاث اربع لعيبة من نسبة مشاركتهم ضعيفة جدا كان المفروض ان هو الاربع لعيبة دول كان لازم يشارك يعمل وتشان اعلى يعني يزود اللعيبة دي بيخف الدغط على علي زين شوية خف على دوده شوية يخف على في الماتشات اللي هي المتاحة يعني الماتشات اللي هي السهلة كان المفروض اللعيبة الاساسية زي ما بتعمل الدول الاوروبية الماتش السهل اول ما بيقدر ان هو ياخد الماتش في اول عشر دقايق ربع ساعة يتطمن عن نتيجة يتطمن عن نتيجة بيبتدي يغير ليه؟ لان دي الفوصة الوحيدة اللي بتخليني اريح اللعيب الاساسي بتاعي إنما النهاردة أنا في دل تدايس على اللعيبة الأساسية ست سبع لعيبة يعني يكاد يكونوا يعني هما اللي شالوا البطولة فدي نقطة برضو من روتيشن ما كانش معمول بنفس القوة فابتدى الكيرف ييجي في آخر اللقاءات بقى بس ما ممكن يقول إن أنا كل ما بدخل في الماتشات الصعبة أو الأدوار الصعبة لا باعتمد على ناس معينة طب الماتشات السهلة يعني كان عندي الماتش البحرين سهل طبعا كان عندي عندي تلات عندي تلات ماتشات اليابان سهل البورتغال سهل بالنسبة لأننا عامل إعداد قوي لعب خمس فرق من ضمنهم فرنسا وألمانيا وأسبانيا يعني أنا لعب كم ماتشات كمان اللعيبة دي خاضت الماتشات طبعا اللي هي بتاعت الإعداد بكامل تشكيل بتاعه فكل ده بيجي في النهاية في الأوقات بقى اللي هي الحاسمة بتلاقي اللعيبة مش بدنيا يعني بدنيا لقي يقدروا تكمله وبتاع ذهنيا يعني بيحصل زي أوفر لوت كده على اللي عقل تبص تلاقي انفراض حتى لو سألت اللعيب أنت بتضيع ضيعت دي زي قولت مش عارف مش عارف مش عارف مجهدين طبعا طبعا زيني باراندو إزاي يعني هيعالج الموضوع ده وإزاي هيقفل صفحة المباراة النهاردة يعني هيعمل إيه هيتكلم معهم زي لو حراك ما كانوا هتتكلم معهم إزاي عشان تقفل الصفحة دي وعشان في نفس الوقت تعالج سلبياتها لأكيد أي مباراة بيكون فيها سلبيات هتقفل الصفحة دي إزاي مع لعيبتك وتعالج سلبياتها وتجدد أملهم وتموحاتهم لأنك لسه عندك البرونز طبعا هيعمل إيه باراندو النهاردة لازم واقع مواحد يا جماعة أنتو وصلتو أنتو حققتو خلاص التارجت يعني أنتو الهدف بتاعك سترتو التاريخ من قبل مباراة النهاردة لازم اللعيبة تقتنع أن هي عمل عايز تعمل حاجة زيادة بقى اعمل حاجة زيادة لأن ده ده ممكن إحنا أنا عشتو في 2001 بعد ما خسرونا من فرنسا لكن بس الخسارة تختلف يعني لما إحنا خسرونا من الانتخب الفرنسي إنه خسرونا بظلم تحكيمي وبيلعب على أودو